في البداية سيد روبين في ظل هذه الأزمة السياسية والاقتصادية التي توتر العلاقات بين واشنطن وبكين يعني ربما بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين لبكين تأتي الآن زيارة جانيت يالين وزيرة الخزانة ما أهمية هذه الزيارة للجانبين الأمريكي والصيني برأيك في ظل هذه الظروف التي تشهد توترا وربما جمود في العلاقات رائع أن نكون معك يا جيهان ومع زميلي مايكل هناك مستويان يتفعلان في الموضوع هنا في نفس الوقت الأول على المستوى الاستراتيجي حيث ذهب الوزير بلينكين مؤخرا إلى الصين لمحاولة فتح حوار وتهدئة الأجواء كما قال الرئيس بايدن في مكالمته مع نظيره الصيني إنه يحاول أن يضع محددات للعلاقة لتجنب الصراع العسكري وهذا هو حقا جوهر الأمر ومحاولة أن لا يكون ذلك مصدر خلق لكن الجزء الثاني والجزء العمل الحقيقي هو هذا اللقاء الأول مع الوزيرة ييلين بصفتها وزيرة الخزانة لدينا هي المسؤولة بشكل عام عن الاقتصاد الأمريكي تجلس على الطاولة عندما يتعلق الأمر بقرارات الأمن القومي إنها تشرف على سياسة العقوبات الخاصة في بناء لذلك لديها سلطة كبيرة وهذه المناقشات في بكين مهمة عمليا بالنسبة للصينيين الصين مهمة بالطبع للاقتصاد الأمريكي ومن المهم جدا أن يجروا مناقشات عملية حول المخاوف التي وصفتها أنت والجدير بالذكر أن إدارة بايدن تعلن باستمرار أنه لا مصلحة في الانفصال عن الصين وأن الولايات المتحدة لا تحاول الإضرار بالاقتصاد الصيني ما تدور حوله سياسة الولايات المتحدة وإدارة بايدن هو تعزيز الاقتصاد الأمريكي الذي فقد لسنوات وظائف مواطنيه لصالح الصين بصراحة تم ولم يتم الاستثمار فيه في التكنولوجيا تحديدا لذلك ستكون هذه رسالة الوزيرة هل ستصل؟ لا أعرف ومن ثم نأمل في مرحلة ما أن يكون هناك حوار عسكري لكن هذا لم يتحقق حتى الآن